إن عربة سترايكر المدرعة هي مركبة مدرعة جديدة ذات ثماني عجلات صممها الجيش الأمريكي لميدان معركة القرن الحادي والعشرين في أواخر القرن العشرين من أجل التكيف مع النزعات المحلية ذات الشدة المختلفة حول العالم احتج الجيش الأمريكي إلى تطوير مركبة قتال مشاتئ اثنان برادلي مع حماية قوية وضعف في الحركة وعربة هم في ذات قدرة حركية قوية ولكن حماية ضعيفة تدخل سريع وصول سريع انتشار سريع ومركبة مدرعة جديدة تماما بدرجة عالية من تكنولوجيا المعلومات لذلك في عام فاصلة 1999 اقترح الجيش الأمريكي خطة تحول للجيش نقطة وبناء على هذا الطلب طور الجيش الأمريكي مركبة سترايكر المدرعة وكان أول نموذج أولي لمركبة سترايكر المدرعة مشتقا من مركبة براون المدرعة التي تم تطويرها في سويسرا في سبعينيات القرن الماضي طورت سويسرا مركبة براون المدرعة والتي كانت تستخدم بشكل أساسي في مهام الاستطلاع والمضادة للدبابات والقيادة والنقل والأمن والإنقاذ والإسعاف فاصلة منذ انتاجها الضخم في عام فاصلة 19976 ركست عربة براون المدرعة على احتياجات لخارجية البحث والتطوير أطلقت ما مجمعها ثلاث سلاسل من ألا النوع ألا أولى ولا النوع على الثاني ولا النوع على الثالث تم الكشف عن براوني ثري في عام 1996 إن حمولاتها وحجمها وقدرتها على المناورة ومستوى الحماية تهم وزارة الجيش الأمريكية وقد تم اتخاذ تدابير لتقليل خصائص إشارات الأشعة تحت الحمراء والرادار وأهم شيء هو أن سيسال ب130 طائرة نقل كرق لا يمكن استخدامها في النقل الجوي من الواضح أن براوني ثري يلبي توقعات وزارة الجيش الأمريكية في النهاية قررت وزارة الحرب استخدام هذا النوع من المركبات المدرعة كمخطة لتطوير المركبة القتالية الرائدة لقوة الرد السريع التابعة للجيش الأمريكي في نوفمبر فاصلة 2000 وقعت شركة جنرال موتورز جي دي كيلرس وهي مشروع مشترك بين الجيش الأمريكي وجنرال موتورز جنرال ديناميكس جراواند سيستيمز عقد شراء بقيمة 4 مليارات دولار ينص على أن الشركة المصنعة استوفر 2131 مركبة مدرعة بعجلات جديدة لواء لقوات القتالية الانتقالية للجيش تعتبر عربة سترايكر المدرعة من سلسلة سترايكر حاملة القوة المفاهيمية الجديدة للجيش الأمريكي سيؤدي انتشارها إلى تحويل القوة الآلية المدرعة بشدة التي تتكيف مع أساليب القتال التقليدية إلى قوة منورة سريعة تبلغ ساعة سترايكر الداخلية 11.5 مترا مكعبا بالإضافة إلى حمل اثنان من أفراد الطاقم يمكنها أيضا حمل فرقة مشاتل من تسع أفراد الجسم مصنوع من الفلاذ المدرع عالي الصلابة وهيكل مدرع ملحوم بالكامل ويمكن ارتداؤه مع درع إضافي سلبي نقطة لديه حماية شاملة ضد رصاص مدفع رشاش 14.5 مولم من نقطة بعد ارتداء درع مركب إضافي من السيراميكو خفيف الوزن إمكنه منع الهجمات للصار وخية المضادة للدروعة واربيت جي شارطة سبعة ويمكن للأسقف أني منعه جوم شضايا قذيفة 152 مليمترا مع اتخاذ تدابير فعالة لمنع ضرر ناجم عن الألغام المضادة للدبابات يمكن لطائرة سي شرطة 130 نقل واحد سريك محملة بالكامل والجسم ثقيل لمختلف أنواع سترايكر متوفر أيضا متطلبة النقل الجوي ويمكن نشرها في أي مكان في العلمافي غضون 96 ساعة كما هو مطلو بمن قبل البنتغون تم تجهيز سترايكر بمحرك ديزل كاتر بيلر بقوة قصوى تبلغ 257 كيلوات وتعتمد ناقل حركة أوتوماتيكي عمدي 3066 بيكي وجهاز تعليق هوائي سائل شبه نشط ويمكن تعديل الارتفاع السفلي للسيارة وفقا للإحتياجات وهو ما لا يحسن فقط القدرة على القيادة على لطرق الوعرة ولكن أيضا تزيد من راحة الركوبي فهي تعتمدي على إطارات خاصة مقاومة للرصاصة مع أدئة ممتاز مقاومة للرصاصة ولا صوعقة يمكن لنظام الضبط المركزي لضغط الإطارات ضبط ضغط الإطارات وفقا لظروف الطريق بحيث تتمتع السيارة بأداء قيادة جيد على الأرض النعمة والصلبة وحتى يمكنها القيادة بسلاسة على طرق الموحلة والوعرة بسرعة 96 كيلو مترا ساعة تبلغ أقصى سرعة للطريق 100 كيلو مترا ساعة ومسافة الأسفر القصوى 500 كيلو مترا ويمكنها عبر خنادق بعرض 2 مترا وتسلق من حدرات 31 درجة مجهز برافعات الإنقاذ على ذاتي والتي مكنها تنفيذ الإنقاذ في حالات للطوارئ مثل لطمي السلاح الرئيسي هو مدفع رشاش من نوع M2 عيار 12.7 مم أو قاذفة قنابل آلية من نوع Mk1940 ملم أو مدفع 25 مم من أجل الاستفادة الكاملة من هذه السيارة الجديدة أنشأ الجيش الأمريكي لواء القتالي سرايكر تيسبي سيتي باستخدام طائرات النقل سي شرطة 130 كيلوز والتي يمكن تسليمها مباشرة إلى خط المواجهة من خلال القدرة على المناورة القوية وإخراج القوة للنارية إيمكن لهذا النوع من للواء لقتلي أن يقامعها لعدوة بسرعة فإلحق ولي والمدنة والتضاريس الأخرى واستمر حتى وصلي القوة للنارية للثقيلة لللاحقة نقطة إيمكن لمركبة سرايكر المدرعة تحقيق المعلومات الكاملة وتبدل المعلومات القتالية مبشرة مناخل للأقمار للصناعية واستخدامها على شرطة أجهزة الكمبيوتر اللوحية ينصق النظام بشكل مباشر الضربات الجوية ودعم المدفعية بالإضافة إلى ذلك هناك طبقة من الألياف الاصطناعية تم تطويرها خصيصا من قبل شركة دوبونت في السيارة لمنع الأفراد داخل السيارة من التلف بعد كسر هيكل السيارة المدرعة أكبر ميزة وابتكار في سرايكر هو أنه يمكن ترقية جميع ترز الموسعة تقريبا بأطقم فورية من الطراز الأساسي ويمكن إكمال التعديل في الخط الأمامي لساحة المعركة الإصلاح الخلفي يمكنك نقل طراز آخر أقل أهمية من أجل تعديل M1-1-2-6 هو التعديل الأساسي والأكثر بدائية لعائلة المركبات المدرعة نقطة يمكن أن تحمل فرقة ومشات كاملة وهي مجهزة بمحطة سلاح دفايندير M1-5-1 للتحكم عن بعد والتي يمكنها تثبيت أي نوع من الأسلحة عيار 12.7 مليمترا M2H بمدفع رشاش ثقيل قاذفة قنابل آلية M1-9-40 مليمترا أو مدفع رشاش ناتو 7.62x51 مليمترا وأربع قاذفات قنابل دخان M6 أكبر ميزة هي أن الناس لا يضطرون إلى الخروج من السيارة للعمل في معارك شوارع الحضرية البنادق لمكنها لتحكم في جميع الأسلحة فيل السيارة من بين مركبات سترايكر المدرعة يتم تنفيذ أهم مهم الاستطلاع والبحث والإنقاذ بواسطة M1-1-2-7 نقطة من خلال تركيب أجهزة استشعار بصرية متقدمة وأجهزة كمبيوتر للمعالجة الاستخباراتية يمكن لمركبة الاستطلاع M1-1-2-7 نقل المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها إلى أقرب أمر عبر الأقمار للصناعية المخابرات مع مركبات سرايكر المدرعة الأخرى بالمقارنة مع M1-1-2-6 الأساسي تم تجهيز M1-1-2-7 ببرج منخفض الارتفاع 105 مليمترا وله نيران مباشرة منحنية ثلاثة 160 درجة بزاوية 18 درجة ويمكن أن تحمل 18 طلقة من الذخيرة لتصبح القوة النارية الرئيسية المضادة للدبابات فالقوات لأمر يكاية المدرعة الخفيفة هناك أيضا مركبة هوني M1-1-1-2-9 مزودة بمدافع هوني 120 مليمترا M1-1-2-1 واحدة لكل لواء قتالي سرايكر يمكن لطائرة M1-1-3-5 منع دخول الغازات السمة والغبار المشاع النووي إلى المركبة وبالتالي حماية الطاقم ويمكن لهذه المركبة المدرعة أن تدخل منطقة الحرب ملوثة بالتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي لأداء مهم الاستطلاع والبحث وبالطبع فإن M1-1-3-5 لا لديها القدرة على مقاومة التفجيرات النووية ولا يمكن استخدامها إلا في التفجيرات النووية أو بعد حرب كيميائية حيوية الدخول إلى مصرح الأحداث يمكن القول أن عربة سرايكر المدرعة هي أكثر المركبات المدرعة استخداما في الجيش الأمريكي اليوم وقد تطورت عربة سرايكر المدرعة اليوم إلى نظام ضخم حسنا هذا كل شيء لفيديو اليوم إذا كانت لديك أي إسئلة فرجاء تركها في منطقة التعليق أدناه شكرا لك على المشاهدة وداعا ترجمة نانسي قنقر